على الطريق المجهول تضع الجزائر قدميها وسط عاصفة تشتاح البلاد آثارها ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الرئاسة بوتفليقة الذي هو الآن خارج البلاد لتلقي العلاج قدم أوراق ترشحه رسميا عبر مدير حملة الانتخابية عبدالغني زعلان ملقيا وراء ظهره مطالب شعبية اشتاحت عدة مدن جزائرية رفضا لترشح الرجل ومطالبة برحيله يد زعلان التي حملت الملف أثارت لغة كبيرة بشأن الترشح بالوكالة باعتباره منفذ السلطة الوحيد لتجاوز ضرورة حضور المترشح شخصيا لتقديم ملف ترشحه ما يبدو صعبا على بوتفليقة حاول بوتفليقة التخفيف من وقع ترشحه على غضب الجزائريين فتعهد بتنظيم انتخابات الرئاسية المبكرة ليكون مرشحا فيها حال انتخابه لكن تلك المحاولة صبت زيت على النار فخرجت عدة مظاهرات شعبية ليلية أنارت المدن الجزائرية رفضا لهذا الأمر حتى امتد الحراك إلى الجامعات الجزائرية فخرج عشرة الآلاف من الطلاب مطالبين برحيل بوتفليقة أبرز منافسي الرئيس بوتفليقة زعيم حزب طلاع الحريات علي بن فليس أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثامن من شهر نيسان القادم عازيا ذلك إلى الظروف السياسية المضطربة في البلاد وسريعا ما لاحق رئيس حزب مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بركب المنسحبين تنفيذا لوعد سابق منه أمام الجماهير بسحب ترشحه إذا ما ترشح عبد العزيز بوتفليقة وما يزيد الغضب الشعبي هو صمت الرئاسة الجزائرية عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس الجزائري بوتفليقة واستتضار بالأنباء بشينها بعد بلوغ الرجل الثانية والثمانين من عمره قضى عشرين عاما منها في سدة الرئاسة اشتركوا في القناة